السلام عليكم بالاخوان سنتعلم اى احد البلان بالزربة الذي見خدهكم مشرم ب lingenne العديحد من البلان اين البلان كيفك؟ اذا يحدثوا تحكول التنزل الادات التي ت barking from the vehicle كيف من الهج Undăng升 ال پدرة واحده على البران كل السيارة اللي يكن فيها ثلاثة ديال الرادات كل السيارة اللي يكن فيها 3-4 رادات هذه الردياتورة البيتجيةuum تPorcam هناك ردياتورitar وز Rest هناك ردياتور وulkة أخر وذلك يرؤي إلى ماء هذه ص elles تأتي للكثير الأضرئ ايضا þليت ovat 3 ردياتور ردياتور ن 그렇 زيت وماirl كل يمكن الله النوع السيارة التي يحتوي فيها هو راضياتور فساند الأفضلicked السيارات التي يجب abused المبريدات هذا الزيت قمت بآخر البلان الخعب السيارات اللي كيكون فيهم دير لانتر كولر ديال الزيت او المبردات ديال الزيت هاد المبردات هادو ديال الزيت على جداروهم في سيارة سيارة اللي ماشي automatik السيارة اللي كتكون عادية كيكون عندها واحد المبرد ديال الزيت ديال الموتور زيت ديال الموتور الى طلعت له درجة ديال الحرارة بزات والموتور سخن بزاف هنا الزيت الجودة دياله كتقل شحال ما زيت سخن بزاف الجودة دياله كتكون قليلة فلهذا الشركة المصنعة فكرت سيرت في سيارة الحديثة فكرت انها تدير واحد المبرد ديال الزيت هاد المبرد ديال الزيت كيفش كي يخدم هاد المبرد ديال الزيت كين فيه عدة اشكال انواع واشكال كين مبرد اللي كيكون مشبك بحل رادياتور ديال الماء كيضرب فيه اللي هو باش الزيت كيبرد كين رادياتور اخر اللي هو عبارة عن بواطة ديال الالمينيوم فيها واحد T-O ديال الماء داخل كيدوز الماء وفوق منه كيكون واحد الروتور او الزيت كيدخل وكييولي يخرج وتحت منه روتور ديال الماء الماء بارد كيدخل ويخرج والزيت سخون يدخل و يتبرد و يخرج و تكون الحجرة الفوق يجمع فيها الزيت و يتبرد و الى اخيره البلان اللي كيوقع شنو هو هذا المبرد هذا دي الزيت كيكون فيه واحد القاسكيت هذا القاسكيت شي مرات كيت تحرق او كيرشاو كيت تضرب شنو كيولي هنا كيوقع كيولي هنا يا الزيت كيهرب ليك للماء كيف ما كان اعرفه الضغط دي الزيت كيكون كتر من الضغط دي الزيت الضغط دي الزيت كيكون عالي بزار حيث البومبة تشبد من القعر دي الكارتيرة و تدفع بواحد الكمبريسيون اللي كيكون عالي و هنا من اللي كتدفع بذلك الكمبريسيون كيولي الزيت كيهرب ليك للماء و بزار دي الزيت ما كيرضوش لهاد البلان و كتولي الميكانيك ينصب عليك كيقول ليك عندك الكيلاس تضرب الجوان ديال الكيلاس تضرب تمشي تبدل الكيلاس تمشي تخلط الكيلاس و الى اخيره و البلان فين كيكون عندك كيكون عندك فهادك لانتر كولر ديال الزيت او المبريد ديال الزيت كيكتقولو ليه بالعربية ديال نحنا يا بالمغربية فريجي دير او فريجي فريجيرا او شي حاجة بحالك كن بخدش اخليه ما تضحكوش عليا الاخوة المهم هذا الانتر كولر من اللي كيتتضرب او من اللي الجوان دياله كيتضرب او دكتيو كيرشا كيتتقب كيوالي يهرب لك الزيت للماء دائما كتشوف القرعة عندك فيها البوقع ديال الزيت او القرعة عندك فيها زيت والسيارات اللي كيكونو اوتوماتيك تهوما نفس الانتر كولر كيكون كيبرد الزيت ديال الابواط هيت الزيت ديال الابواط الحرارة ديالك تترتفع لواحد درجة خيالية بهذاك دوران الزيت خاصها تبرد تهي الزيت كتدوز دكت لانتر كولر الافصالة دياله تقريبا ماشي تقريبا كيف كيف بحاله بحالي الزيت ديال الموتور تهو كيدوز فيه الماء وفي واحد الحجرة الفوق كتجمع في هذيك الزيت وكتولي هذيك الزيت كتتبرد وكتولي كتخرج كتبرد بالماء تقريبا او تتقب او تتنكل او تتضرب او شيئا بحالها تقريبا الزيت كي يهرب للماء وكتولي كي يكون الضق دائما الزيت تتخلط لك مع الماء ديال الراضياتور الماء اللي يبرد المحرك وهنا ملي الزيت تتخلط لك مع الماء تقريبا الابواط كي ينقص منها الماء والحرارة الابواط او الابواط الاطماتيك تختفع ونفس الشيء على الانتركولر ديال الموتور الزيت ديال الموتور من اللي كيدوز تتخلط لك مع الماء تقولي تعاني من نقصان الزيت عندك في الموتور ديال السيارة والبلان الاخر كي يقولي الموتور ديال السيارة ديالك دائما تجد طالع يعني الحرارة دائما طالع بغت نبارتج معكم هذه المعلومة لكي تستفيدوا والله يقاونكم حتى الشيء فيديو جاي ان شاء الله السلام عليكم الاخوان الموضوع ديالنا ديال اليوم غد نهضروا على التقطاقاء وعلى الدريز وعلى الصوت ديال الاحتكاة كلها ديال الرحي اه ارتجاف ديال المحرك او المحرك كفيبري سيارة كفيبري هاد الشيء كامل الاخوان غد نتعرفوا عليه اليوم وغنشرح لكم كل حاجة وشنو هي اللامارة اللي كتعطيك باش كتعرفها بانها فيها المشكل اول حاجة الاخوان غادي نبدأ بالرواي من اللي مثلا كانت مشاب السيارة ديالي كانت سرعة مثلا من 60 لميات في القدام ديال السيارة كان نحسب السيارة بحالي لك تلعب مع واحد الصوت ديال دريز هاد البلان هاد الشكل يديرو هاد البلان كيديروه ليك الميزان ديال الجوانط اوكي الميزان ديال الجوانط كانت مشاب السيارة ديالي غاكي نوصل 60 70 80 100 110 120 كنحسب واحد الفيبراسيو من اللور يضرب من الجنب حتى الجنب الغدام أو من الجنب للليسر حتى الجنب ديال القدام من المالة حتى الكاب حيث البلان هاد هاد البلان هاد تردع أختها و الأخرى تردعها و هذا الارتجاف كامل أو الفيبراطيو يرجع الانكار الروسي للسيارة نتعرف على البنان الآخر الذي يديره البنوات بين قوسنا الإخوة البنوات تمشي بالسيارة في سرعة معينة سيرتها في السرعة التي تكون قليلا فوق الخمسين نحسب السيارة بحليلة تعرج